طورت الصين وإثيوبيا علاقة قوية على مدار السنوات الماضية من خلال التبادلات الشعبية والشراكات التعاونية في مختلف المجالات مجموعة الصين للإعلام مجرت مقابلة مع رئيس الإثيوبية السابق مولاتو تيشومي ويرتو حول العلاقات بين البلدين تلقى مولاتو تيشومي ويرتو تعليمه الجمعية في الصين وشقل منصب الرئيس إثيوبيا بين 2013 و2018 قال إن الحزب الشعي الصينية لعب دوراً رئيسياً في تنمية الاقتصادية للصين الصين تقودها في الواقع قيادة قوية وبعيدة النظر وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون العمل الشاق حقاً كان العمل شاقاً للغاية وأن فهم الشعب الصيني للحكومة تحت قيادة الحزب الشعي الصيني على وجه الخصوص هو السبب الرئيسي في تحقيق الصين لهذا التطور المذهل وفي سطد المساهمات على الصعيد الإقصادي قال الرئيس السابق إن الصين تطورت مبادرة الحزام وطريق لمشاركة ازدهارها مع بقية العالم الصين قوية ومزدهرة اقتصادياً وصناعياً وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالفعل وربما ستكون أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريبي جداً تواضب الصين على مشاركة تجربتها في تحقيق الازدهار مع بقية العالم وتعد مبادرة الحزام وطريق وخاصة المبادرة الصينية للتعاون مع أفريقيا ومع الدول النامية الأخرى يمثبت وسيلة لمشاركة تجربتها لإحراز هذا الازدهار تور مولاد علاقات نعميقة مع الصين خلال أيام الدراسته الجامعية وخلال فترة رئاسته عزز العلاقات الإقتصادية والتجارية القوية بين الصين وإثيوبيا في مختلف المجالات تم تنفيذ مشروع أول منطقة صناعية في بلادنا من قبل مطور صيني وبتمويل استثمار الصين تماماً وقد شذب ذلك العديد من الشركات الصينية إلى أثيوبيا لذلك يمكننا القول أننا ساهمنا بشكل مباشر أو غير مباشر في سد الفجوة في تدفقات الاستثمار بين الصين وأثيوبيا وقال مولاد إن مباتئة وفلسفة الحزب الشعوعي الصيني بشأن الحكم لها أكبر دور في الازدهار الاقتصادي للصين ونجاحها الأول هو وضع الشعب فوق كل الاعتبارات حقاً كان الحزب الشعوعي الصيني يأخذ الشعب الصيني على رأس جدول أعماله منذ تأسيسه تعمل البلاد من أجل مصلحة الشعب ويعمل الشعب من أجل مصلحة البلاد فإن الأثنين لا يتعارضني مع بعضهم البعض